سجل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الانتصار الثاني على التوالي عبر فوزه بلقب بطولة سلوفاكيا للقدرة لمسافة 120 كيلو متر جاء ذلك بعد 24 ساعة فقط من تحقيق اللقب الأول لمسافة 160 كيلو مترا يضيف سموه الإنجازين إلى سجلات المملكة في رياضة القدرة ويؤكد أنه صانع للأمجاد والتاريخ لهذه الرياضة العريقة ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الإنجازين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مؤكدا سموه أن رياضة القدرة البحرينية تسير بخطة ثابتة نحو مواصلة التطور وتأكيد مكانتها في الساحة الأوروبية بعد سلسلة من الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا شك أن هذه الإنجازات تعطي حافزا للفريق في مواصلة تقديم أفضل المستويات خلال المرحلة القادمة خاصة أن الفريق الملكي تنتظره بطولة العالم والتي سيسعى فيها لتحقيق أفضل النتائج وأضاف سموه حققنا أهدافنا من هذه البطولة من خلال سباقي 120 و160 كيلومترا حيث حصدنا ثمار الخطة التي وضعها الفريق قبل المشاركة ودائما ما يدخل الفريق الملكي البطولات من أجل حصد الإنجازات ولا شك أن الجهود الكبيرة التي بذلها جميع أفراد الفريق ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية التي تؤكد جاهزية الفريق للمشاركة القادمة المتمثلة بكأس العالم وأشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة أسلوفاكيا الدولية كشفت قدرات الفريق الملكي والإمكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان في سبيل مواصلة كسبهم للخبرة التي ستضاف إلى خبراتهم للمشاركة في بطولة العالم القادمة إضافة إلى قدرات الجياد التي تأهلت إلى بطولة العالم وتابع سموه جميع أفراد الفريق مساهمين في هذه الإنجازات وقدم لهم الشكر على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طوال الفترة الماضية وأثمرت عن تحقيق الأمجاد للقدرة البحرينية وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحقيق الفريق الملكي المراكز الأولى بفوز الفارس سلمان عيسى بالمركز الثاني ومنال فخراوي بالمركز الثالث ومحمد الهاشمي صاحب المركز الرابع وتمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من تحقيق المركز الأول في سباق 120 كم بجدارة واستحقاق على الجواد لولا دي غاليما هذا وتم تتويج أبطال سباق 120 كم بعد ختام السباق حيث جرت مراسم التتويج بعد ختام السباق بتنظيم جيد من اللجلة المنظمة للبطولة محمد ما بس نقول لك مبروك عفي عليك 280 كيلو في يومين 160 و120 اليوم الحمد لله الله ملك الحمد توفقنا اليوم في المية وعشرين وأمس الله وفقنا في المية وستين يعني كان يوم كبير بالنسبة لي أمس أني أفوز وهذه مملكة البحرين بيوم العيد فوز المية وستين واكتشاف بطل جديد يوثق مكانتي في بطولة العالم أنه علاقة ليعطيني الأمل أنه بيكون عندي حصان طيب جداً لبطولة العالم واليوم المفاجأة الجديدة اللي يعني ما كانت مفاجأة الحقيقة بالعكس لكنها يعني ما تعرف ظروف السباقات النسب أنك تخلص ما تخلص لكن هذه الفرس اليوم أبهرت الجميع بأداءها بدقات قلبها بجاهزيتها رقم صغر سنها لذلك هي جاهزة اليوم أني أكون أنا معاها إن شاء الله في بطولة العالم للخيل الصغيرة طوي العمر مئوستين أمس ومئو عشرين اليوم نفس المراحل وقد يكون نفس الذي كل الأمور هذه أعتقد أنه وقيادة ناصر بن حمد لي وجوده في السباق أعتقد لفت الأنظار في هذه الأمور كلها وإحنا متفائلين إن شاء الله الحمد لله نسعى دائماً للخير ونسعى للمزيد وما يوقفنا هذا عند حدنا طوي العمر أعطاء فرسان البحرين في هذه السباق خلال يومين طبعاً فريق مختلف أهم فريق مختلف اليوم وهذا يأكد القاعدة القوية ليس فقط على مستوى الجياد إنما حتى على مستوى الفرسان تعليقك على أعطائهم اللهم لك الحمد نحن اليوم توفقنا بخيل وفرسان شكراً 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 شكراً